السلام عليكم ورحمة الله المتتبعين على قناة خديجة ومفاتي أتمنى تكونوا بخير وعلى خير بداية بالصلاة على النبي عاد نبدأ وإن شاء الله الفيديو الله ما صلي وسلم على سيدنا محمد عالى عليه واسحابي أجمعين إخواني أخواتي اليوم سأتقسم معكم هذه البيتزة هاتي تالآخر لحظة وقلت نبرتاجها معكم يعني حتى حضرت العجينة هذه البيتزة بيدول لحم ولا كفتة ولا طون اللي كجيزوين بزاف وبحجم عائلي غادي تعجبكم كالدوف الفم خاصة اللي بات دياله اللي جات ناجحة مئة بالمئة كنت أول مرة زوروا القناة من ثلوشت أبونا ومعايا وطلعوا لي بتعاليقوا اللايكات جميلة ديالكم شكرا لكم كامل هنا كيف قلت لكم من بعد ما جنت العجينة عاد فكرت باش ننصور معاكم ونبرتاجينها معاكم إلا بغيتوا الطريقة لدرت هنا الدقيق الحرش الفورس الحرش هو اللي درت بهذا فقط لا فينو ولا ساميد ولا فورس يعني هاته كرطب جات زوينة بزاف العجينة جات مخدومة الحق والطريق من بعد ما بسطتها مباشرة ما غادش نديل لها نص طيبة غادش نديلها غادش نديلها سوس طماط الجاهزة وغادش نسمعي لقا ديال السلصة ديال الحار الخطيارية كيف قلت لكم وخليتها اختامرت موهمي إلا بغيتوا تعرفوا اللي بات اللي انا درت ديالها ديالها البيزة هادي كتبولي في التعليق وما عندي مشكين إن شاء الله نحضرها معاكم بكل فرح هنا غادش ندليها لوجه ديالها بهذا السوس طماط الجاهزة وغادش نديلها واحدة بصلة وفلفلة كبارين اللي صوطيتم في الزيت هكا كما العادة كيجوزين يصار حمليكا نصوطيون كيجونا بنان بنان مباشرة كيف قلت لكم مدرش لها نص طيبة يعني إلا كنتو قدرتون غادش نص طيبة كتقبول بيزة إما كنتوش غادش قدرتها كتقبولة يعني كنتوش غادش نعمرة بحال ما هكا كيتا تشوفوا معايا كنتوش غادش بكم لا فيديوها ديالي هاد الفيزيو اللي هو سريع اللي كيتووجد فيه الساعة في ساعة عندي كيمية من الزيت ولي قضعته أرقيق بحال ما هكا كنتوش غادش نوزعه لها وهكا كيتا تشوفوا معايا كنتوش غادش نشاء الله ما تبخلوش ريق اللايكات ديالكم واشتراكات ديالكم شكرا لكم كاملين كيتا تشوفوا معايا فاد الأبناء مشاعلة الفران هاد المقلات اللي بناتك جزوينة بزافية والبيضة غادش نضيها من الأسفل حتى التحمر شاء الله ونشاء الله من الأعلى هنا من بعد ما طابت لينا وتحمرت لينا صافي غادش ندير لها الفرماج انا حسنا لأخر صراحات ندير الفرماج كي عجبني هكا كالي كيديرو في الأول كل واحد الاختيار دياله ندير الفرماج للصندويج ندير الفرماج الحمر اللي محكوك صافي كيف قلت لكم اللي عدكم قدويه الأهم هي راجة زوينة بزاف خاصة الليبات وحتى لحشوه ماشي لما عدناش مثل كفتة أو الطون هذا موجود بزافة غير إنساني يحاول تكرر هكا جزوينة وليدي عجباتهم بزاف بزاف وندير لها الفرماج هذا الحمر صافي غاد ندير الفران انفواء دقيقة هكا ونخرجها معاكم إن شاء الله قطعوا وشوفوه كيف هكا تجي حجم عائل يشوفوه ما شاء الله كبيرة هذ مقلات البنات تتصدق فيها البيتزا من قبل ما ندخل الفران يدوب ندير الفرماج غاد نحك شوية الزعتر أو الزعتر من الفوق يعطينا اللدة زوينة بزافة لبطر زيت زيتون لبطر دابلنا الفرماج غاد نخرجه قطعه معاكم بشوفوه عنقور ونعجبكم القصير حتى لا نشارك معاكم العجيلة كيف قلت لكم كتب لي في التعليق ونحضرها معكم بكل فرح أريد أن أخبركم من التحت كيف جاءت محمرة لحقوة تركت الدوب في الفم تشبعوشي منها عندما يبقى سخونة سوف نقطعها معاكم أخواتي بشوفوه وبحجم عائلي ولدي عجباتهم مردوا على البال بأن هناك ما فيهاش طون ولا الكفتاء ولا أي حاجة ولا دجاج يعني بإمكانكم لو خم يكونش عندكم الحمو والطون مثلا غير وعاها كراكجي مزيانة غير هي الليبات خصت تخدم كيف ما كان ضروري خصت تخدمها يعني عندك ذاك الكفتاء والطون خصت تخدم هانتوما كيف جاءت يا سلام جاءت محمرة وعلى الحق أتركت الدوب كي قلت لكم في الفم كانت من أعجبكم الاقتراح ديال اليوم حتى الهناولة فيديو ديانتي يكون سالة يلقاكم أنتوما في أحسن حال وأحوال سلام عليكم شوف جاءت محمرة و سلام عليكم اخواني اخواتي فالله شكرا